بسم الله الرحمن الرحيم زياحات وانحرافات أو انشرافات فرضها شكل جديد أو تشكل لخارطة جديدة ما زالت الخطوط الطول والعرض فيها تعتمل إذن تبدأ الساحل ابتداء من الليلة سلسلة حلقات وبرامج تحاول فيها قادة الأحزاب والكتل السياسية والمنظمات النشطة بدأنا الليلة بسياسي شاب ملأ دنيا هذا الفضاء يوما واعتبر ظاهرة سياسية مميزة قبل أن يتكشف أمره عن رؤية ومشروع سياسي أخذ مكانه في المتقدم في السياق المدني السيد داود والأحمد عيشة أهلا سيد الرئيس أحاوله مع الصحفي الدولي والشاعر أحمد أبي المعالي أهلا وسلم أينا يرحب بالآخر لا أتفضل طيب إذن سأبدأ بطرح المحور الأول إن شئت وإلى لا لا تفضل طيب إذن السيد الرئيس طمأننا طمأننا على الساحة السياسية اليوم والأداء الحزبي فيها وموقع حزب نداء الوطن فيها بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على الرسول الكريم أولا شكرا على إتاحتها المرصة على الاستضافة بالنسبة للساحة السياسية الساحة السياسية اليوم أطمئنة لكن تراجعها طبيعي نظرا لهذه الجائحة التي ضربت العالم كامل توقف قاعة بسبب كل شيء توقف السياسة وتوقف الاقتصاد عادي أمور ثانية اللام العالم اللام العالم العالم كامل توقف به توقف به السياسة وتوقف به كل شيء لأن هذه الجائحة ما مشكلة هي هي اللي في الولويات اليوم يقال مولي السياسة لا بدأتها بخارقة اللي هي اللي يحرك بهذا كامل جزء الثاني موقع الحزب في هذه الخريطة الجديدة موقع الحزب الخريطة الجديدة الحزب داع من فخانة الرئيس محمد الشيخ القازواني ومشينا معاه في برنامجه بعض نقاشات وبعض اللي نقتنعنا عن يلا نمشو معاه وليحد الآن موقفنا ما تتغير فيش والسياسة كانت نائمة شوي ولكن بعد أقل من سنة من الأداء وشرائناهم يقيمون أداء الحكومة بعد مئة يوم والآن تقدم الوقت والزمن والتجربة ما هو تقييمك لأداء الحكومة للشيخ صديق شوف هو أحد لا يقيم هذه الحكومة لا يقيم النظام بصفة عامة لا يعود ظالمه لأن لأن هو نعمل الله لا هلالتشهر لا 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 هلالتشهر بهاللي لكن الثاني ما يقيم يقيم عليه حد بهالي الأمور كاملة توقفت وتوجهت وصلت العالم كامل على جائحة خطيرة من أخطر شيء تشاهده العالم من الطفان عليها بهاللي هاي جائحة عالم لا تشاهد نوعها توقف الاقتصاد توقف الدراسة توقف كل شيء توقف الطلقان توقف كل شيء سياسة ما تلهم حال والدليل لها أنك تشاهدون الولايات المتحدة الأمريكية الانتخابات في نوفمبر واليوم ما فيها السياسة ما فيها السياسة وأمريكا صرا ترى أن حملتها تبدأ سابقا عامش بهاللي هاي الجائحة الناس كاملة تعتبرها هي الأولوية لأنها قاعدة إلى مواجهة العالم ما تلقى دي عادل السياسة بإلا هي ولا الاقتصاد كل شيء توقف بذلك السبب هاي الحكم اللي بعد هلت شهر والله ربعة من وصوله جاءت جائحة كورونا وبدأ في قضية كورونا بذلك السبب تقييمه ما يقد يعود عادل ما يقد يعود عادل ما هو علميا يقد يقوم يقد يقيم إلا على أساس جائحة كورونا الأمور الأخرى ما يقد يقيم عليها بهاللي تقد قلنا تقد قلنا واضحون سؤال صغير سؤال توليدي أنت مررت به وهو المهم الآن هو العمل ضد تسيير أزمة كورونا ما هو حكمك على أداء الحكومة الموريتانية في هذا الأمر شوف حكمنا نحن حسب مراقبتنا بالساحة نحن خرصنا اللي خرق في العالم كامل إش نحن هون كرشنة كبيرة كرشنة كبيرة في الدولة كرشنة كبيرة من نظام يقير المملي يلا نتمو نخرصه هي الأمور كاملة نسبية هي الأمور يلا تعود نسبية الشي اجتيا هاي الجائحة قهرة الصين قهرة أمريكا قهرة ألمانيا قهرة إيطاليا قهرة الدول العظماء غنية أمريكا مثلا هاي اللي خاصت له قد ميزانية موريتان ثلاث تلاف عام ثلاث تلاف سن خاصت ثلاث تريليونات من الدولة ولا قد توقفوش نحن لنتمو خرصه نقارنوا نعدلوا هكا نسبية نحن دولة مزالت تعتمد في ياسر من أمورها على الخارج وعلى المساعدات وعلى القروب الاقتراض من المؤسسات الدولية وياسر مش ونزلنا دولة ناشية أنا أرى عن هذا اللي يعدد إلا أقارن بلنا دولة من العالم الثالث وقارن بالدول اللي كيفتنا عنا لنقد نعودوا ما بخلنا معنو في ياسر من النواقص كيف ت إي شي خالي الناس تبقي هذا اللي ينزل ونبقوها نحن كاملين ونطالبينها من الحكم إذا تغيبت له إيجابي بالصورة العامة كان إيجابي به اللي في الوقات المناسبة نقبض الأمور اللي يالنا تنقبض نقبض الضقتها والأولاد قد تقول عنه لبس يا قير بعد المولي عندنا ياسر مشي نبقوه يعدد المزال ما فاته عدد يا الله يعدد هناك تقصير ما هناك تقصير يا قير أهم الشي فيها أهم الشي فيها هذه الإسمة أهم اللي خلق عندنا فيها هو عن الطريقة اللي وسجرت بها والله اندارت بها عنها اندارت بطريقة تشاركية في المعارضة في المجتمع المدني فيها أطياف المجتمع كاملة شركتها الدولة بدون عقدة وعاد هذا اللي يعدد كامل تشارك بين الناس وهون أراني انذمن ونحج موقف أحزاب المعارضة كاملة اللي في هذه الضارفية مشات مع دعوة سيد الرئيس وتكاتفت مع الدولة وشاورت معهم مؤسسة المعارضة نحجي مع ضياب ونحجي المدني المواطني الموريتانيجي على انسجامهم وتقبلهم لهذا اللي يخلق وهذا حضر التجول وتوقف بعض أعمالهم وصبرهم عن المعاشر التناقص وعن ياسر وعمالهم وياسر مشي وعن تمهم مستجمع المتعاوني على مؤسسة الأمنية والعسكرية في الطريقة اللي قدوا يحموا بها هذا الحضر وقدوا يحموا بها الناس في ديارهم ما أمكان احنا ما نقدرون نقفل قفل نهاية ما أمكان وعدل الناس كاملة اللي عبت في دورها وهذه هي النقطة المهمة عندنا نحنا نحنا يكلون من الأخرى اللي تخرص الشخصية ما ندخل فيها قيل مهم عندنا الطريقة من راسها انها ديوم هالي يعدل في كورونا فضلوا ما هو الحكومة ولا هو الرئيس وحده وفضلوا جميع أهل موريتاني سياسيين ولحزها والمجتمع المدني الناس كاملة نجاحه نجاحه بهذه كاملة مشاركة فيهم وقبض فيها رأيه وخلقوا فيه اجتماعاته وخلقوا فيه هاس المشي وقبضوا برؤيته فيه معناها عنه نجاحه ما يقدر حدي قبله عن الأخاء ما يجي حدي ثمنهم للدولة والله عنه الحكومة والله عنه كذا هو جميع سياسيين الموريتانيين ومشكرين على استقبالهم الدعوة سيد الرئيس عابل الإزمة عنهم يلا يتكاتفوا يلا يجابروا يلا يعدلوا هذا مهم بالنسبة لنا ما عضياء بعض الأحزاب حزب مهم جدا رابعا هذا السياق ما قاب حزب ما قاب التواصل ما قاب لا لا ما السحب شوف ما السحب صحح لك المعلومة ما السحب خالق جمعي تجمع حزبي خليب قد عودوا ما حضروا فيه يقير مواكبين للإزمة مع الدولة وماكبينهم على الحكومة ما شين فيه لا شفناهم شدوا عشي شفناهم ملي شاركوا اشتغلوا شاركوا ولا خلقوا أزمة للرئيس ولا للحكومة وتموا لا ما شين معا حد يقول حد ما يدور يحنط يقول عن جميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمواطنين الموريتانيين أنهم شاركوا بدارة هذه الأزمة وأنهم ثبتوا عن جدارة نضج المجتمع ونضج سياسيين في الوقت اللي خلقت فيها هاي الأزمة عنهم تكاتفوا وعدلوا ما نسميه بالمصطلح الحساني سبقوا لبرانيين عنهم سبقوا الجائحة ومنعاقبها يا الله كلهم يقبض موحفو وما مسموح المعود وما تلاهم معارضة يا الله يعدلوا كلهم يعودوا موقل يا الله عود فيه ويعدل منه بدون حرش وبدون يروايا عندهم يمارس يمارس قراراك في زمن الكورونا يلا نفو معا ما فيه معارض فيه وطن يتعرض لإسمه ويجب أن يحب كل ابناءها الوطن لتصدي لهذا الشيء مرحبا سيد الرئيس نحن نستضيفك هنا في هذا البرنامج باعتباركم رئيس حزب الوطن أنا اللي نرجع للنقطة الأولى اللي هي نقطة نقطة موقع الحزب معروف أنه الأحزاب السياسية تعرف وتقدم من خلال نشاطات ومن خلال حضورها لو سألناكم سيد الرئيس عن نشاطات الحزب اللي قام بها خلال الفترة الماضية ويعني هل تتوقعون أن تشاركوا في الحكم بصيغة من الصيغ يعني كيف تجيبون طبعا نحن لو كنا ما ندور المشاركة طيب أين الحزب يعني سؤالي عفوا سؤالي هو أين الحزب من خلال النشاطات وليس من خلال حضور رئيسه في هذا اللقاء ذلك النشاطات تقول أنت ليه نشاطات الأعزاب النشاطات السياسية نارك في الفترة منذ تأسيسي يعني منذ تأسيسي نحن لو كنا ما ندور المشاركة في الحكم والمشاركة في الرأي والله قام ندور الوصول للحكم ما هو الله المشاركة فيه هو ما خارجه مدره يتعدى الحزب والله تقول أنت رؤية سياسية يكون عنده هدف لوصول للحكم والله تسيره والله المشاركة فيه على أقل تقدير وأنا أصلا أنا كنت في حزب الدولة أنا كنت في ريبير من المؤسسين والله الثاني مشيت عنه كنت في قياداته كنت عضوه المجلس الوطني كنت في دارة لشباه في الترارزة والله الثاني مشيت عنه واستقلت عنه به اللي همهم الحول وبيني مع رأي مع رأي مشيت عنهم ولوت الجماعة أخرى ومشينا وعدنا حزب وعندنا فيها رؤية هاي الرؤية قطعا دار لا نوصل به هالشي يا قير مملي معنا عجالة لهذا مراحل نحن مازلنا حزب جديد من اللاعيمان وعدنا ياسر من الشطة وعدنا ياسر من مؤتمرات وعدنا ياسر من المهرجانات داخل وعدنا لا الوقت اللي دائما ينفصل فينا اللي نجبره وفي هاي الجاي حضر نحنا ما نمو ممثلين في البرلمانة واجعة لذلك ما ن في لجنة الأحزاب دي مسؤولة عن هذا وكنا فيها نعودوا طرحنا أراي وعندوا يجبنا شيء ظهر نحنا عنه مو فيه قال نحنا ما نمو فيه ولكن اللي قد نعدره لمستوانا ولا على مستوى شعبيتنا ولا على مستوى مناضلين في الأحياء وفي البليدات عدنا منواقلين قد نعدره واضح واضح سؤال في الموضوع يعني أنتوا تقدمتون البرلمان ويعني لم يوفق الحزب في ذلك هل تتقدون أن الخطاب اللي قدمته لم يقنع المواطن وهل ستغيرون هذا الخطاب باعتبار أنه لم يوفق في أن يجلب إليكم الناخب بشكل مطلوب ما هو ذا كبير شاكي نحن عدنا تقييم أخر نحن كنا شاكين عن الفترة اللي شاركنا فيها في انتخابات كانت بالنسبة لنا نحن انتخابات غوغائية ما معنى غوغائية؟ غوغائية عنه كانت فيه أكثر من مئة لايح انتخابية وحتى أنك تعود شعارك ما يقعد حد يشوفه وعن ملي كانت انتخابات عائلية بامتياز ما فيه أسره موريتاني ما كان عنده حد مترشح أخو والله والخالة والله والعم وإحنا مجتمع أبوي وإحنا مجتمع عائدي ولافم حد قاع مسول ثلاثة عن برنامج لذلك نحن عادلين الناس نعرفه عن الناس تفاعلت معنا وعنها أراعنا وفكارنا عنا زينا عندها وعنها ماشي معنا وزننا جد لأن اللعنها معنا يقال ليك الانتخابات اللي نشيفنا هذا كيف نحن لعما حكما عنا ما جينا لحد بيلي من الحرج عنه نجيك أنت مثل نقول لك وهي يمشي مع أفكار وانت مترشح أخوك وانت ترى طبيعة مجتمع الموريتان لذلك السبب نحن شعبيتنا كامره كله كان مترشح لأخو والله والله والناس هم ما زالت مولي سياسيا ما فاتت نظر طيب والأحزاب اللي فازت هاي أحزاب فازت كلها فاز بطريقة عنده قبيلة والله عنده فالله معدل بها احنا ما عندنا فالله معدلين بها سياسة ولا عندنا قبيلة عني بياللي فهمت الرواية من أقولها فهمت عن هادي انتخابات عائلية وقررتانا وما أصحوني عنها واحدا قال قررتها عندنا خطاب نقول نعرف بهذا الخطاب انش عنده عن النعودان اللي هي نبدل مجهودات مالية ولا هني نبدل نطلب أسرطي ونطلبه لهذا ما تيتم ترشح بفكرة ندال الوطن عدتم ترشح أنا كشخص داود هذا ما هو اللي هامل لكن ينتم نعدل ونقدر نعدل ومش نترشح ونقدر لا ننجح كيشت الناس كاملة قدر ما بدلته أنا قدمت مشروع وعدلت إعلانات في التلفزياء وما عدلت ميتين وما جيت الحد ونقصت مقاطعة ونقصت قرية وخرصت الناس اللي تفاعلتم على جبارتها خمس تلاف لك خمس تلاف نرى نحن عنا هي اللي متبنية فكرة ندال الوطن وفن مشيون خلق متعاطف معاه وقد يزرقلوا يقير عطلتوا أمور عائلية وامور شخصية وبعض الإكرهات قدتوا بوقت وخر يعقبوا يعرفوا عنهم كان لك قلط وقدتوا لي يعقبوا يزرقوننا قلهم اللي ما ما هلوى يقبار عنا من قدنا بأننا احنا ما عدنا الحزب ياك عنا الناس قاعدت يزرقلنا الناس بقوة الزرقين قال لي ما زرقتنا ما هم رجعنا عن الهدف اللي عندنا ولو هم رجعنا عن الافكار اللي عندنا وستطرق السؤال الأخير اللي هو الموضوع الثاني اللي هو تكلم عنه هو تقيمكم الحكومة هتتقدون أن هذه الحكومة جادة فعلا في محاربة الفساد وأنه من خلال التعينات ومن خلال الإسراءات أنه يضاح لكم أنها سائرة في هذا الطريق في محاربة الفساد وسوء التسير وما إلى ذلك شو نحن ظاهرنا عن ظاهرنا عن الحكومة جاءت في ظرفية جاءت في ظرفية ما ليد جي قاع فيها حكومة ما عادت جيدة هذا بعد بالنسبة لحزبنا نحن به اللي نحن السنوات الأخيرة من حكم العبد العزيز طرق اللي كانت ودار به الحكم ما كنا راضين عنها وعبرنا عنها ووقته في عدة مقابلات وهذا موجود على اليوتيوب وموجود التلفزيات وموجوده وعبرنا عنه حكومة اللي جاءت نحن كان عندنا لها تفسير هي ما هي حكومة سياسية حكومة التقنقراطية عينا رئيس الجمهوري والحكومة لا يتعدل لا برنامج الرئيس نحن هون السلطة عندنا رئاسية بحثة والرئيس يقضي يراهو بالمعلومات اللي عنده وذاللي ظاهر لهو برنامجه هو المسؤول عنه هو لزرق العيشة ونحن دعمناهم اللي ما هون خزي بنا نعتلنا برنامج مشينا معها علي هالبرنامج هيك تعود قدد حاسب الرئيس نقوله الصبح نقول له احنا اللي مشينا معاك علي ما عدلته يلا نخلله الصلاحية عنه هو عين رجاله ما يعود اللاك اللي من الدم عدرلوبي والله جماعة دور واحد يعينه تتمنين ينشي اي شي تعود ما هي راضي عنه ياك هي تجبر قرعها احنا اليوم حمل المسؤولية في دعات الحكومة ناشها والله فاشلة حمل مسؤوليتها لا للرئيس محمد القزواني اللي يعينها يلا ما شرق تنجح لعينها قال يلا ننتفشي لها الله يقلعها وهي الحكومة في الوقت الحالي كيه ما قلت لك ما يقلت حد يقيمها قطعنا فيها قدر من الناس الاكفاء وفيها قدر من الناس ما كان يضع عود فيها مفطن كيف تيجي حكومة يا الله يا الله يا الله قومها اللاعلة اخبار كورونا بيلي اخبار كورونا هو هو بيت القصيد يعادة ثقة في بعض الاسماء يعادة ثقة في بعض الاسماء هل هي استفهام عند بعض الناس بالنسبريانا بالنسبريانا ما ما نيم اجد يعني عادة ثقة في بعض الاسماء أنا بالنسبة لي قال هاي رؤية نحنا كندال وضع نحن معنا هما لزرقنا الخرق خلق زرق للرئيس محمد الشيخ القزواني ما زرقنا نحنا رؤية ايانا عن اي نظام يا الله لين يجي طريقة الحكم اي طريقة حكم يا الله لين يجي يمسح حد طاولة ويجيبهو رجاله معني هاو رجال فيه يمشي معه رجال نظام السابق رجال كانوا مع محمد القزواني محمد الشيخ القزواني كان واحد من النظام يليك سبب وكان الرجل الثاني في النظام برجالاته وعنده لا الحق يخلي بيبقي هو يخلي قل بعد مسؤوليته الله تبقى لا عليه ما يعنينا احنا احنا باع اصلا ما دعمناها اياك يخليهم يقير المجل لين يخليهم احنا ما هي مسؤوليتنا لين نتعامل معهم يقير انا لأشاك عن فهي الظرفية الحالية وجهت نظرنا نحنا باع كداعمين ناصحين لفخانة الرئيس محمد الشيخ القزواني كنا نظام واحد والخلق كامل كان في نظام واحد قال هالا هالا ترتيبهم في هالنظام كان يختلف هناك من كان في الواجهة السياسية من قدام يتكلم فيها ويدافع عن شمال امور بل منفذ في الخطة الاول من التنفيذ اللي اليوم نفس الاشخاص ينتقدون هالا اللي عدرهما مغوصا هالا في السياسة بعد دعيني نشوفه في العالم كامل يا اللهم ما هيحرجونا نحنا باع كأقربية داعمة للرئيس ما دام تريون فيه لجنة تسائل وتسائل عن ملفات داروها اشخاص ما زالوا تحددون على الحقا مهم بالنسبة لحكومة حكومة يجبوننا تكولقراطي قايمة بعملها ولا فات الحق حدي ما فات الحق حدي هو رئيسي بارك الله فيك شوف زميل احمد انا اقترح اعتقد ان كان نتكلمنا شوي قبل انه نخل الحوار انسيابي اي سؤال تبدى لك اطرحه مباشرة وهذا المحور ندخلوه بسؤال صغير وهو هل ما زلت تتمسك بشعرة معاوية محمد العبدالعزيز اليوم شو عملون الآن صحح داه واذا ماو ماوية الله ماكتت نبق نعود دين لقوله صحح tutaj انا محتاج محمد العبدالعزيز مااني منتبرلين انا حراج اسمع Ward's first محمد العبدالعزيز انا دعمتو ولانا من الناس اللي يمشي يا ط hesitantو والله ما دعمتو كرئيس دعمته كرئيس وفي الفترة الأولى وهذا دايما نقوله 2009-2013 هاي كانت فترة بالنسبة ليانا ذهبية لأنها كانت فترة الناس اللي مشات معها كانت تشاركية وكان فيها قدر من الإصلاحات المهمة وكانت فيها ياسر من الإنجازات خلقت وطورت فيه ياسر من الأمور حتى في السياسة من رأسها ودعمناهم شيئنا معاه بعد بل نعتبر أنفسنا قاع من الناس اللي لعبت أدوار متقدمة فيها لا قير مولي أنا ما ندعم له شخص وكان عاندي معاه القرب من البعد عندي بال محمد عبد العزيز كندعم وكنت ن��오قاه كنت شدي معاها الأخبار وكندعم حانين قلوا لأك جاية هل ما بايحفين اللقاء محمد عبد العزيز وكانت دعم لا عندي عليهم مولي شيطانا ما لديناس اللي مشيطان ولا هل اللي أتسمين إفهم ما لهم يسمين برا ما لهم يسمين ما بايح في الشيطان لحن نشرح لل قضية الفترة الثانية من حكومة العبد العزيز أنا مالكي في الناس اللي حاليا تبرم قلتها في فترتها لما خرق العطاف وبدأ لكن النظام لا يمشي على المسار اللي دعمتوا عليه وجاء الفترة الثانية والحكومة الثانية وبدأت الأمور تنحرف عن مسارها وبدأ واحدين يقولوا بعض الوزارات يكساع ديقاعي شقلوا حاليا مدير السليم الحالي بدأ يقول لعم محمد عبد العزيز عنه خير فينا نظام ولي وعنه خير فينا من الدو وقاموا واحدين يقولوا عنه الدستور ماهو قرآن وقاموا يقولوا عن المأمورية الثالثة أنا دور تعود إلي عادتك التابع على عدة مرات أخرج وقلت عن الدستور ماهو قرآن وقاموا ده رائع يربي ساحت ويا بسخة وعني ضد المأمورية الثالثة وقلت عنها خطة أحمر وقلت عن الناس اللي طالبت بيه عنها بعبارة اللي قلت لا تنساها قلت عنهم يا الله يجري ويجع لهم عند ابن عباس وعنهم ما يلاحظت ليه خلي تركتوه لأبوه مع تركتهم وعنهم يا الله تلاه والباة يقوموا وهذا ما زلت قايله اليوم ما دام محمد الشيخ القزواني وهو لمساره في سنة الأولى نقول ذوك المرجفين عنه لين يجي الانتخابات الجاية ويعطي الله عنه ونجح زينا يعدني معمولته الثاني وله يمشي قير نيتا وهم هم عدوا الممولية الثالثة والعدني ما زل وطالب عن الناس كانت الطالب بالممولية الثالثة عنها يا الله يعدل يتيم هات تم تذكروا الناس عفساعت ابن عباس وتم يعود مزاع لين جون رؤساني ونعتلهم يجي يعود ترسيخ لديمقراطيتنا وعود عندنا مزار ينزاع وهذا ما زلت قايله حنين 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 ياك نوضح لك حرفت عما صار تميت حافظ الودة مع محمد عبدالعزيز ولا عندي معاه مشكلة وهو كشخص ما عندي شي ضده كن يقير لكن ما صار اللي خلق أنا مشي ضده عبرت عنا في وقته اليوم محمد عبدالعزيز مات لا رئيس وهنا ما عندي منهم موقف بلي ما أفهم سبب خذيني عندي موقف منهم موقف منهم في صيفتواش خذيني حسين تقول ما عندي منهم موقف وفي بيان SSDه وانت كنت في الخارج وقلت فيه أنه لا يمتلك اديولوجيا أو فلسفة تمكنهم من الصمود لي رسالة مفتوحة الى محمد العبدالعزيز نعم نعم قلت أنه لا يمتلك اديولوجيا أو فلسفة تمكنهم من الصمود لا وقلت عنه مجزب لا تقول محمد العبد العزيز لا يكساء محمد العبد العزيز جاي ليه يدعى حزب قلت ان المرجعية غير مقصرة قلت عن المرجعية اليوم لا توجد مرجعية حزب الاتحاد من الجمهورية والله اي حزب من حزاب الدول قامت هون عند حزب الشعب وهذا نفيت قلتو هي نفس الحزب عن حزب الشعب هو الهياكل قلت عنهم لا توجد له المرجعية المرجعية وضحته المرجعية تنقال المرجعية تنقال لميشيل العفلاق والله تنقال ماركوس انت ضد حضوره السياسي لا انت ضد حضوره السياسي لا يفمن جاي وقال عن حزب شو هو حزب ما يروى يقدي جحل انا ندال وطن مهوري يقدي جمع مصر حجوة استنفيذ الصعوني الحزب قلت عن هالة تشبث بالحزب عن حزب الابير يكساء مزار واحدين متباركين يقولوا هذا وقلت عنه ما هو مرجعية ولا يقدي يؤد مرجعية ومزاركوا بان فاتحات مرجعية مرجعيته شنه هو ليس شو حزب اي حزب مقام الابير كيف الابير ديس وكيف تاللي كان قخال كامل ليس حزب الحاكمة بل هو حزب الحاكمة يعني هو حزب يتأسس على حاكمين وعنده ما يزور الحاكمة يزور الحزب ومعه إذا تمسك الحاكمة بالحزب يبقى الحزب ويلا يتمسك به يندغر كبير ديس وكيف حزب الشعر وصفت اللجنة اللي اجتمعت معه بأنه متلاعبين بالوطن قلت عنهم متلاعب وان الوطن بكل فترة بيه انت مات قلت تقبع حزب فيه الناس كاملة عدلته وديك الناس اللي عدلتها هم أصحاب الحزب شوف هذا الشي قاله السراع السياسي وانا هون نختار نقول لك شي فكرة عندي شو هو حزب البيئة الناس اللي معدلته هي الدعمة محمد الشيخ القاسوان ومشيت معها في حملته وعاد رئيس وهي تعتبر عند حزب حزب الرئيس جوا واحد واخر يسوى كان رئيس سابق مؤسس المؤسس تلا يمكن ان تؤسس حزب اهلو ما يشركوا معاك شي لا مرجع ايه تسركوا تم أسسنا عنا عاش حزب لا مستسنا لدعم رئيس هو رئيس الجمهورية هو رئيس موجود يمشي يعد العزب يمشي عدل عزب يمشي عدل عزب لكن رئيس ما تقول من يقول هو الناس اللي صنع صنع ظاهر داود الاحمد عيش وانك علي بضل وانك عليك جميع وانك تنكرت لهذه عمل عبد العزب يمكن ما بيني معاه قائش ما بيني معاه فايش نتنكرر او ما تنكرر شو محمد العبد العزب زينا هو بينا مع المعارفة اجتماعية طبيعة هذه اللي تعود خارقة بيناتنا وفهم فارق سن يخلي بنيانه هو ما النصحاء بينا معاه احترام محمد العبد العزيز انا قدلت حزبي ما نعرف محمد العبد العزيز اسمعني 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 انا كنت يقول كنت تلتقي بيه هون الناس لا تقول كنت نلتقي به بالتانى عدت رئيس نداء حزب نداء الوطن سابقا كنت نلتقي فيه لكن في داعمين وما قلت تقيت معاه على الانفيران شي تانى لين عددت الفكرة اللي عنتي ومشات معايا بايش من ناس عدد حزب ما نمسوّل عنه هو العبد العزيز ولا سوّلت عنه حد اخر اكس ما هو شاية شوف انا اكس ما هو شاية هو مرتن كل شي شاية اشتانى انا اللي نقول لك هون اللي نقول لك فت قلته هو مزال حاب وهو يصنّتري نحن ارونك بتاع بحوريتك ماذا يشك يصنّتري يصنّتري ويعراه عنها صحيح عني محمد العبد العزيز تعديدتي الحزب ما قد سوّلت عنها تايب الملانة لين تليت نعدل الحزب لين عدّك لين تعديدتش من الحراك وهاي شاية تقيّت محمد العبد العزيز و لكتوا إخبار الحزب قلت له عنه مظلّم أفي يوّعنا لين تم ناظره منا جيدة وبالي عنه لا يرخصونا حزب ما رخصونا لين نخرق الحوار طلبو منا المشاركة في الحوار وهل الحين صنّت لي وصنّت لي ملان محمد العزيز مشارتنا في الحوار ليه عاد نهار التالي من الحوار هاي صنّت لي حالة ملانة يقتوله كان شارطاً عليهم في الحوار عنهم لا يرخصونا حزابنا لين عدد النهار التالي ما رخصوه مننا جهيت سلمولاي محمد لقف قصر مؤتمرها قلت له عنهم لا يرخصونا الحزب لين عدد المؤتمر صاحبي ونقلونا من سحبي من الحوار يخرج نسحاب وقلت له يقول لي عنا ما يصح وقال عن وزير الداخلية ما هو حالا قلت له عنها كلا يدبروا هما ومشيت وقلت له يتكلمت مع وقت الخاطر لين عدد فيه كونفرنس الرابعة أجلتو الوزير بالوكال عن وزير الداخلية ووقع عنا الترخيص سينو كنا نسح بواحدين ترخيص حزب طرحوا وحدين ورخصوه ما يزلوا عندك ما يمني عريحة عنه رخص الحزب شو هو حزب كانت هومية حزب كانت هومية حزب وكل حد عنده حزب وانا ارى حزب قامة وشي في حاقي وله يجي مني عريحة حد حزب لقد ارى محمد عبدالعزيز رئيس سابق لين قلت له عن يختير الحزب ورخص وطلبتها منه ان تجاوبوا معها وقالي عن الحزب لي ورخص بان لقد قال هاي ما هو مانو عريحة وله ها هو النور عدل هلا الحزب ها هو شريكة وله قاعد رئيس لقد ما عدنا الحزب تم قل رأينا معنى انه ما هو رواية تمتل الحزب لا تاق طفطان فسينية واحد سيد الرئيس هذا كان استضراد فقط ونعود القداحة لموضوع اللي كان عندنا وهو سلتك محمد عبدالعزيز اسمح لي اسمح لي الان الوضعية التي وضعها فيها الرئيس السابق محمد عبدالعزيز الان ما موقفك منها هو يرى انه موهينة وانه ضيقة قالها بالحرف الواحد وعمل مؤتمر في الدار وقع لانه اهينة وانه ضلقت امامه الفنادق وانه ضلقت امامه وقنوات الاعلامية صديق الامس ما موقفك منه الآن وكيف ترى هل هذا عادل الآن انا وانت مختلفين انا لا اراع انه اهينة ما قال الله هو ما هو انا انا ما عندي موقفك كان رئيس السابق وعنده نظام ومجموعات من خطنا الشمعة وخارق راجل منه قاله محمد الشيخ القازواني هو رئيس الجمهوري الحالي رعاه في نفسه والله رعاة الجماعة الحاكمة عنه يصلح الحكم قدم نفسه الشاعة مرتانه وعد الخطاب بفتح مرسل اللي تعرف انه تفاعلت معه الناس ومشاتفها والله عبدالعزيز كان فراسل داعي منه ويتكلم في كل ميتين ويتكلم في كل ميتين ونحنا كاملين نمشينا معه وانا بعد شخصيا ما مشياني معه محمد العبدالعزيز والمهارات اللولي نجمع الاحزاب وهالي رئيس الجمهورية عارض قلت اني ما نماشي معه ماركيتو نعيطنه الابيردرا الوقع لديها بتاعني شي ما واني جبروه نشد معاه الاخبار ما ندعم شد معاه الاخبار ما نشترط برشروط ما ندري انا 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 اجس ياسم هلان اوش ما احد ما شديت معاه الاخبار بقى ما عرف وين واعد بيجيسين هم اشترط شروط ما اشترط شي شديت معاه الاخبار بطريقة اللي يحكم بيومور ثاني الشوه كانوا بارد قاعد للشخص يركنوا برنامج عندو قديتماشى مع الرؤية العلم شدين طي تنهار هنا معطل اجتماع الحزاب الأقلبيجي هيا عروي الصنطري هو كان وقيت له عني ما ندعمه ما اجبرته واجبرت معاه وشديت معاه الأخبار واشو عرفت انه رجل يصلح للمرحلة ما طرحت عني شروط ما طرحت شروط انا ما نطرحت شروط يكون شروط وضعية مشاركة بالحكومة ما ندور مشاركة بالحكم قايله من المنبار مشاركة بالحكم ندور منها لا الرأي ورأيه اللي انت منقوله ولا نمسول عنه رأيت عني شديت معاه أخبار لمشاكل كبرى للبلد وشفت رؤيته لها وعرفت عنها رؤية ملاهة يصلح للمدير هاي المرحلة لان اعتبر هاي المرحلة حاسمة من تاريخ البلد اللي ما يخرق فيها إجراءات كبرى وتصفحات كبرى البلد لا يوجد ما عنده قاع مستقبل ولي شديت معاه الأخبار وشفت الرؤية لعنده وشفت برنامجه عرفت انه رجل يصلح له هاي المرحلة وتبنيته لين تبنيته يا ضيف فم محمد عبدالعزيز وعنه ما مش يانده وعنه هو كان متبنيه الراجل احكم جاء محمد عبدالعزيز من خارج وقام معاد حزب هذا معاه قاد تخريق أموري تاني وتليها مويق باع حزب قال عنه دو هذا عادي قاله صراع على السلطة والصراع في السلطة في منطقة العربية قاد تخريق منه الله والوات اللي هنقول له قاد تخريقه مصر زمن محمد عادم وتعرف عنه وراهم اللي يكراها هو فاتح مارس فاتح مارس اللي هون جاء الظناعش عندي منه اللي هون جاء الظناعش ترى مذبحت القلعة عنه وعدلت الممالك الصراع على السلطة خلقت في مصر واحد وسبعين انقلام ماي وواحد وسبعين السادات مراكز القوة ترى عنه حبث سامي شرف سكرتها الرئيس الخاص وعلي صدر نايب الرئيس ووزير الدفاع وشعراء وشعراء والسياسة السلسة السلسة السكر منطقة العربية ترى عنه صفاهم كامل وخلقت في العراق ترى عنها ساحة الخلط لكن لو عدل من الرفاق صراع صدام حسين مع السامو الرائي ومحمد عايشة للسلطة الخلقت في السعودية أخيرة محمد بسرامه وهدو تعرفوا العدل واكتفى قبل مفارهم وقبل ممتلكات وانا بعد تنيلع الحلول اللي يشبه هاي رجعات صراع للسلطة قد يقيموه لا الخلطة استقائي الامس لا يسرق لا يسرق لا يسرق لا يسرق محمد عبدالعزيز قال عنه بريء طالب قال عنه محمد عبدالعزيز في المخيلة الشعبية ما يجب عنه يضلب قال الله تعطاله فرصة عنه عن اللجنة البرلمانية عنه فرصة لمحمد عبدالعزيز تثبت براته والله إلي عاد المدين كان معدل تجاوزات نحنا ما قطع دعمنا أسرة يعني أنتم في الحزب تؤيدون تشكيل هذه اللجنة نعم نؤيد تشكيل اللجنة نؤيد عن التنباني التخريق وعنه يوفو هالا الحكم تؤدل تستدعي وتؤيد عنه تستدعي نعم نؤجد عنه يوم ما ديوم هذا حيسمح لي شوي دخل لك شوي منظر الناس مقسمون حول هذه اللجنة في من يقول أنه لجنة طبيعية تريدون أن تسائل الناس بتسير مزايا وطن لكن يقولوا آخرون أنه لماذا نختار نختار فقط عشرية عبدالعزيز وقبله عشريات أخرى وخمسيات وعشرينات لماذا نحدد فترة واحدة إذا كنا نستهدي هذا الهلول لما تخموا شو واحد ترجراه تسخط بالتقادم انت خيرات شاكة لا تتحقق هذا وطني المختار لا تتحقق فترة المختار مهلك لا يترح تتحقق مع مئته أفن التقادم نحن شبناه على الإرث الإنساني حاكمه ما دقي تجبر لتسير في دولة من عادة ما دقي تجبر لليوم تسير مرحلة فرنساليو ما دقي تجبر لتحقيق تسير في 1970 ما يصح عادي تسهد على الرئيس السابق يعني ما هلو حصان عادي تسهد على الرئيس السابق يتضم المختلكات الشعب المورتاني شو الشعب المورتاني يقولون ان هناك أشخاص خصوم ولولا عبدالعزيز ثم اختيارهم عن قصة ما لي هذا المحدد شو نقول لك أنا ما هذا المنبر لا غولي من لولا عبدالعزيز سنقف معه كان لولا عبدالعزيز كان لولا عبدالعزيز كان رئيس سابق اللي نعود هذه التجاوزات اللي يقولوا عدنا محمد عبدالعزيز شنوريك في التجاوزات صحيحة ما نقول لك أنا صحيحة والله كيبه أنا ما نسجل الدولة ولا نعرف ليش نشوف اللي تقول لها ما ندبلوماسيك أنا ما ندبلوماسيك أنا هذا الخلق اللي يتم يقول لك مصادر موذوقها ومصادقها تعرف السنين أنا نعرف عن ذا اللي شوف شوف أنا قطع عن يلي شفتان يلي شفتان يقير صيخت القانون يلي داخلية ما شفت يقير ذلي شفت وكلم عنه الفساد لا يمكن سكوت عليه والناس المسؤولة عنه مهما كان لا بد أن تحاسب محمد عبدالعزيز يقير ما يقدم شي فاضة موريتان ولا يقدم شي بيها واحدة وخطة هل ترى أن هذا التسيير توقفه والتراضي توقفه كل سين ملائي ملائك هناك حديث الأمر عن فساد صند واخرهن شوف فايدة اللجنة فايدة اللجنة ما هم تحاسبت العبدالعزيز ولا حكومته هي فايدة اللجنة اللي لا ينفاهم الناس وانا دايما نتكلم عنه مات شخصا لهم فايدة اللجنة عن الناس اللي يوم تسيير تعراح عن الفساد لا يتعدل فايدة اللجنة اللجنة وفايدة التبادل السلم على السلطة اليوم ما يجد تحد يعدل شي مع عينه فاقفاه بي يارح عنه ما زال لا يسوه ممتلكات الشعب ما هي ليه التماشية ولا تقدر التماشية ماشتهي اللجنة شاء ما شاء وابا ما الأبا لا بدنا نتخرج بنتائج لا بدنا نتخرج بنتائج نحن سد منيع ضد ظلم هلين كان خاصة إذا كان محمد العبد العزيز وانا هون نبقين أكد لا عن الرئيس محمد الشيخ قزواني لن يظلم العبد العزيز ولن يظلم أجن كان فيها البدل هيا أنا أكد هذا لانا قايلها لك من قرار اسمع بب لن يظلم أحد لا نقول لك أنا عنه لن يستطيع أن يدافع يحمي أحد ما هنو ما يبقى يحمي لكن لن يستطيع اليوم تقجر التوئيط نعم شنو السبب شنو السبب هو المهم في هالحكم الحالي شهر الحكم الحالي بجي خرق انسجام هدوء وطني ما قط خرق جا رئيس استجمت الناس كاملة وقعت تقعد الأطابة لها وحدة لها خرق الفترة الانتقالية خرق الفترة الانتقالية وخرق في هاي الفترة عناش الناس مستجيم اليوم لحزاب تتحدر وتجمع وكل شي دور على مصرحة البلد ولو كانت مسرحية لكنها مسرحية محبوكة شو؟ لعل واحد يقول نو اللي قال المسرحية خلوا يعود مسرحية مسرحية زينا هذا الرئيس يمتاز بانه دار صبغة هدوء وسكينة خطاب توافقي على مشهد سياسي للبلد هذا للي نجتمر احنا نعاكل سياسيين لين نستفيد منه ونمشو بالبلد قدام به هو ومعاه وضده تعود المعارضة اللي يتعدل مفيد وتعود المعارضة اللي يتعدل مفيد باللي يدور على مصرحة وطن فيه هدوء وسكينة ووقار هذا طريقة شديدة من الحكم انا بعد زينا ونقول لك عنه ما هو لي يحمي حد وانه ليك يحمي الفكرة اكتملت سيد الرئيس ننتقل لشور محور اخر لكن ما عندك شي في هذا الله انا ما عندي منا ننتقل لشور محور اخر طيب شوف السيد الرئيس داود اذا اذا عودنا قليلا الى ظهور ظاهر داود الأحمد عيشة بالساحة السياسية المريتانية انت ظهر كالشاب اسمح لي بعض العبارات نستخدمها ولكن انقلها من الشارع انا انقلها من الشارع صابر لك كل التجلة والاحترام مضمون لك انما فقط كلمات اسمعها والشاب متمرد وردته فألين صارخة وساخنة على النائب الموقر بيران ولا احمد عيشة ولا داول ابيدي شو هو اول ما قبل كل شي انا ما نرد على بيران ولا على واحد اخر انا مواطن من مورتان وعندي رؤي للبلد كيفت ما عندي اي واحد ذاني رؤية للبلد ما انا يعاطي الخطمة عني عود اكثر مني واطنجي ولا اكثر مني موري تخمان وعندي رؤي واضحة واضحة ليانا باع وهذه ردة فعلي من الله وليله انا اللي نتكلم عنه ما يعني بيران ولا يعني حد اخر وبيران بالنسبتي لا كيف تأيش سياسي ما انا معدري ردة فعلي انا بالنسبتي عن هاي البلد بلد متعدد العراق في عرقين عرب وزنوش وعنه يحتاج الى هوية هوية اقوامية مشتركة لا يحتاج الى هوية يجب ان تكون هاي الهوية هوية الاغلبية اه وعجب ان نحافظ على الثقافات الاخرى والهويات الاخرى والاغلبية عندك الان الاغلبية هي المجتمع اللي نقال البلان لا هناك خطابات البيلام واخرونا يا رون انه ان الامر تغير وان الميثان تغير انصارة الاغلبية غير البيلام حلاطين حلاطين بلان انت اذن هاي التقسيم تنسى curiosity تعرفنا البيلام لا كنا معرفين تعرفنا تعرف بسيط gotta ڨ dakika ما هو بسيط نحن قلنا عاو البيلام هو المسلم المالكة وتتكلم الحسانجة وتتبين حسانجة سواء يجي حسانجة تعبيق وot حسون تعرفنا تعريق نحن البيضان وعود يكون مولاجئ فضلا لعظم وشي بسيط اياك كل حد قادر علي وقلنا ننبس الدراعة من هذه المعنى تحديد من اس بي حسوه هي منها وحنا نعود يسمع التدينة اللي هي ابسط هذا في الموسيقى هذا بسطناها اياك عود يشير جميع الفضاء الصحراوي جميع الفضاء الصحراوي وسيجان فيه الحراطين والبيضان ولين نعودوا يبقوا الحراطين سموا البيضان حراطين عديانهم طير نعديلوها هي المهم ناطقين بالحسانجين الذين يعيشون في هذه الفضاء ولهم ارض لقافي مشترة سيد الرئيس عندك حزب اسم نداء الوطن كيف تكون عندك نداء الوطن جامع وانت تتحدث باسم شريحة واسم عنصر معين انت الان قلت انو اغلبية يجب ان تكون الهوية لا بد ان تكون لعنصر معين الهوية لا بد ان تكون لعنصر معين الهوية في العالم كان في الهوية انت ما تقبع الدوليكي عندها 314 مكونا وتعدل الهوية في هذه الهوية لقد تقبع الصين وتعدل الهوية الصين اليوم هويتها هويت الماندرين الهن هويتها هويتها الارضو وامري هويتها هويتها الانجلاس اكسونية ايج دولة في العالم لا بد ان تكون عندها هويتها نحن هويتنا عربية ولكن هناك نظرية امريكية امريكية وعندنا الان من ينظر لها هنا وهو بالمناسبة من الشريحة الاخرى وهي النظرية الاقوامية نحن ما يسيرنا الا ما يسيروا امريكا وهو النظرية الاقوامية امريكا امريكا اللغة الرسمية في امريكا هي الانجليزية حنوني اللغة الانجليزية العادات المسيطرة في امريكا هي العادات الانجليس اكسونية بلقاء ممكن ان تفصل حتى تعود العادات الارلندية ولكن هذا بالغلب لهم ما يصفهم مدمويا لشارع الان ما يصفهم وهذا هون رأينا بغنبه غنوات يصوروا امريك اليوم اللي يعدل لان السود السود المدافع هل هي قومي واحدة السود المدافع عن حقوق الانسان فاني لانهم يوجهم ووجهم مشاكلهم للدولة يتخصر مظاهرة اكثر ليس معهم الناس كاملين هل نحن هم موريتانين غير منظمات الحقوقية والمدافعين عن الحقوق والناس اللي يناظروا منيش قضية الاحراطين قايلين انهم عنهم يفهم مسئلة عن جون موريتانين تقدمت تقدم كبير شو نحن كانت فيه نيضالات طويلة قدروا قيادات من الاحراطين ومعهم شو من البيضان الفطان المتحررين وعقبوا شارع ومرحال اخرى وعقبوا عدل جريمة ضد الإنسانية لا تتقادم لذلك السبب نحن الرق قالوا نجل نحلينا بالعجلة مولي اقطعنا في شطر هل أنت مناضي للآن؟ البكرة المهمة اليوم ليضا يفهم بلاه عن هذا اقطع مرحلة كبيرة قضية الرق ومخلفاته متبنيتها جميع المجتمع الموريتاني بما في الاقطاعيين القديمين وبناءهم عادل متبنيتها القديمين واعتبر انها وطنية واعتبر انها معطر البلد واعتبر انها مشينة انا اعتبر الرق مشين واعتبر عن الاحراطين عنهم متخلفين عن الركب لسباب معجنة مخلفات الرق الجهل والفقر وياسم لأموه ونعره على البلد لن يتقدم إذا بالقضاء على هاي المشكلة يقول رياضة الاحراطين يفهموا عن أن احنا متبنيين هذا ولا في حد الان الادافة على العبودية واحنا قابلين فضل يا الله يندمشوا معانق طريقة نحلوا بهذه المشكلة من اجل الوطن اسمعني الخطاب هناك من يقول ان الاحراطين عندهم اصول غير اصول البيضاء انو عندهم اقربهم ما انو عندهم اصول يعلم هاي عربي اصول اكتب هاي عربي نحن كامرين نحن كامرين خالق شي واحد يقول نقدم نتفاهم عندنا بلاع اصول همال هاي تطلق على مجال الواسع في الصحراء وفي جلب المغرب ومجنب جزائر والبينجر والاستمال المالي وبركين البسر هاي نحن نعتبرهم ولا هي هوية واحدة هوية وشتات هي الهوية وكيف تكون الشتاتة ترى ان البيضاء الان شتات نعم انا اسميهم بلان الشتات واسموهم في حزبنا وعندنا لهم برنامج بالنسبة لهم بالنسبة لهم يا الله عود عدنا لهم اتصال مرجعيتهم الافتائية والثقافية ستكون مرجعية الافتائية المكونة البيضاء وهوية تستكون موريتانية لان هالي شعوب لا لا تصورنا كحكمة موريتانية هالي شعوب نحن تنتمي الى هويتنا وإلى دمنا ونحن هي شي واحد يقر قانونية لها لم تلكوا ارضها يقر هالي فضاء الصحراوي اهل ولا شي واحد ولا في الحرطان ولا البيضان حرطان اللي انت عدتهم تقولهم معناها انك اللي تقول العربي والزاوي والمعلم ويكيو والصنادي ما يوفق فوسيف ساعة ما يوفق فوسيف ساعة لقد نحن ندور اليوم لأعاد الناس كاملة متبنية متبنية عن الرق شريمة ومتبنية هالي يا الله تكاتف ريديهم كاملة لنتمحي الها هو لنتمحي الها هو خاصة بتلاقي في الظرفية هادئة وللرئيسية برنامجه شوه الرئيس عدل عدل تآثر تآثر لنتخلصة كامل معدل فيه وعدل لا أدواب ومكونات ومخلفات الرقوة وتمييز ريجابي وتمييز ريجابي وتمييز ريجابي وتمييز ريجابي يحل المشكلة أنا الشتان من الناس عندي ناظرة وتمييز ريجابي لذلك نعود معدل الطريقة معقلنة بمشاريع مشاريع مشاريع آمد لأنك تلتما يتطول لا الوحدة ما هو لا يتقدم خارج المشاريع جاءت برنامج الرئيس قال ما قد يتخربه كورونا كبير في الزراعة في الصناعة ولكنه قال المشاريع ماشي رغم كورونا ماشي يقر يقر سيد الرئيس ما يقدر يخرج شيء ما يقدر رئيس تعرفت لمناهضة منظمات غير المشترعة في موريتانيا مثل إيران الآن ظهرت حركة أخرى مقابلة اللي هي جعبنا هل ستقف منها جعبنا هل ستقف منها نفس الموقف اللي وقفت في إيران شو أنا بالنسبة أنا بالنسبة 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 لذلك الناس قابلها ما تفصل بالنسبة على حراطي أنا ضبط ملاكي في عندي إيران أنا إيران شايف عندي ما هو يتكلم في الحقوق بل وشارك هالرأي في أسر ماذا تتقو من ناحية الحقوق ومن ناحية نمو قال ما ستين ما شاركهم فلان تشاركهم شيء فلا ما نشاركهم شيء فصاليين قالوا ما بيلي أولا مبالب وبالنفصال لان ما هم حقانيين بيهم اللي فلا قضيتهم مايكي قضيت الله شميع قضاياهم الحلد قضيت مهجانا الحلد وعود لهم وعدلهم اعتناء عدلهم كل شيء وعي الله توفى ولي الله يتموا حقه أنفض أقلي بيجي ساكنة عام تسعين في المجيء لأنه يتموا عدلهم ويخلوهم يشايروا البلد إياك يتقدم وعود لهم قوة وعود لهم قوة ها هو اللي يالله وإيراء عند الحق في جزء شو اسمع إيراء هذا اللي تقول الدفاع الدفاع العبودية اللي تعدد كان مهم موجود إيراء أن هو أخلط ياسر على الساحة يقير إيراء عادت بتباركة تدافع عن عرقية معينة اليوم اللي نعود خالق مجرم مجرم حرطاني ولا كوري ولا شا عد الروحة ما تنقلب ليه نطق عليه مثال حي شوف نحن تعرفوا أنه يكساعة في كنكوسة نكتل واحد في ملاحرات زمن سيدي الشيخ عبدالله آخر زمن سيدي وفق جوجة لا أسمع شوف نكتل واحد ولي المشروف ملاحراتهم سيدي وفق جامعة هون نكتل واحد نكتلوا ببوليس وهم بيكتل أحواج نكتل كاتلوا بجيش هاو كامل يتعلم مشترك بينهم وعنهم بيالهم بيال ما دلت تسمع حد شد أخبارهم اللي ينقلب شرطة كجهاز كثرة مواطنة تكتلوا بيالهم تكتلوا بيالهم تكتلوا بيالهم وانقال الجيش كثرة واحدة عباس روكي هالا رحمه الله مات هاو كامل رحمه الله كلهم كاتلوا زنجي يقول كتلوا زنجي جندي كتر مواطن والله شرطة كتر مواطن انت طلعت لكل التحقيقات كل التحقيقات طلعت لك ما سويل عنهم اسمح لي هالا اللي عباس روكي رحمه الله عليه زنجي كاتلوا زنجي ما يبقى حد مات كله ما عند روسال أحزاء المنظمات الكل شيء هالا ما يتواسل هالا يقالوا كيل بمكارن وقالهم مقبول ونحن ما لن نقلهم نزاد وتميزي شاعة هالا يروائي قايمة همهور تاني هم اللي يكل حد يشرب كاس مكافه مع الصباح ويقول يانا ملي عساق يساع حد يقود منه بعد قاع هون ليس صاحباني يفهم عند يساع يساع بعد قاع بحد ذاتي هي موقفه الشيء وهالا قالو قال عن موقف الشيء أقبلك اليساع حد يشيء لا بد يعود يقران الماركس لا بد يعود يقران البنيني لا بد يعود يقران التروتسكي لا بد يعود يقران المهدي باكس موقفك من يجعبنا موقفك من يجعبنا ماني متطلع على الأخبار حتى قد شفتهم خطاب قد شفتهم قد شفتهم قد شفتهم خطاب قد شفتهم خطاب قد شفتهم خطاب يتكلم بلواية انفصالية بين القضاء نحن بالنسبة لنا البلانت نقال للناتقي بالحساني يقير لين تحد منهم جرع للوخة نحن نوقفهم معهم شي انفصالي انا حد هام يقول عن الحراطين ما هم بلان وهم معدل عن مجتمع البلان تنقال للناتقي بالحسانية ليلبسوا الدراحة هذا هو بالنسبة لهم داخل يقع الزنوط الزنوج هاي الشرط القتلى حلما اقبلنا من الفراء الزنوج يشتركوا في ستة معالمين يشرب وتاي موسلمين ماركيين يشرب وتاي سمعوا تيدينيت ويقوموا مانيجا ولابسين الدراحة يقير ما هم ما يتكلموا الحسانية لو يتكلموهم يا قواه اقواه عن حالتهم لن تحصل على حقوقك لن تحصل على حقوقك بالنسبة من اللي يتكلمو من اللي يتكلمو اللغة الاغلبية لا يحصل على حقوقك اللي ترى ان هذا في حقوقك تتسرد لها بالحق يا اخي انا ما قلت لك عنك تري اسمع تريعات مواطنة ينزل قاضي لا يترجمها ما هو لا يوصل يعني لا انت ما هو ذا انت لينتقيس المار الصادع لا يتجسر لا يتمترق تسعة وتسعين في المنطقة ما ترى لوقته لا يتقيس الفوليس لا يتحققوا معك يسولوك على اخبارك تسعة وتسعين في المنطقة ما لم يتفاهم معه لا يتقيس الطب كذلك هو حد جل امريكا يوم ما يتكلم الانجلسية ما يقضي يحصل الى العمل يقضي يجمر لا منا يفعل بالنسبة لك المنظمات الحقوقية الان اللي موجودة في موليتان وحدين لا اصباح وحدهم اصباح ويخطع الى واحدة من الصحابة ويقال لك عدماني يا اخي الالحاد نار اللي هو بحد ذاته لا بدى اعود ملاهمولي متخلط معا شيء مرى بالالحاد والحلات مرى بالالحاد وبنرش مرى بالالحاد والقرابي مرى بالالحاد ومرى بالالحاد ومرى بالالشك عندما تكون ملحدا بدون فكرة تلحدهم من اجليها ليس الالحادة هل دايك تجي شرب كافة دورتان نحن نعود الى الموضوع شوف شوف ها قيت كامل طيبة زين مواطفينك يا شاب ملقب رئيس حجب مقتنع بفكرة ورؤية لكن هناك نحن نتكلم عن الاحراطين وعن المجتمع البيضان كيف يكون مجتمع بقومية واحدة وباغلبية معتبرة وهو الاف درفوذه اللي خلق واحدين ما عندهم بيت يقعدوا فيه من السنك واحد قصور لغبن والتهميش لغبن والتهميش وهذا على اساس نؤسس السؤال اخر وهو كيف ترد على من يقول انه هناك فعل عبودية ممارسة في موريتانيا بشكل مؤكد وهناك شواهد بالاسماء وبالملفة شوف انتو تحدثتوا في الفيلم الاخير نعم شوف شوف احدثت فيه بعد الشخص اللي يخرج الفيلم يخرج كلا الصديق وعد يقطع من هون يقطع من هون واكد يعد ماانيش ياكين منه وكيفت الناس قال انا جاني كل مية سليمة وقال لي انه هوا برنامج معده هرواز يتكلمت له الكلام اللاهر ليانا عن المبوط هو اللي قناعات شنو رايك في الفيلم الفيلم انا رايي عن يالله الدولة ليك الناس اللي تكلمت في الفيلم فم واحدة قالت عنها كانت تغتصب هي ومنتها يعدلهم ويعدلهم ويعدلهم هاي جريمة ضد الإنسانية يالله تمر يالله يحقق فيها ويالله لين تعود كلم تنحبس ويالله لينعود واحدة اخر فهم قال شي كلم ويالله لينعود الصحفي والمختلق ويالله ينحبس وهذا معين قال الحرجي ويعاد كله لكن هذا يعاد حق لين نعدلو له مجرم ويالله يعاقب يالله يعاقب ما يعاقب يالله ينعدل ونظرت يالله ينعدل ليه تعدد يقالت حق يالله يتمنى النوع من القضايا ما يعدد به الهم اللي نعود شي حقيقي الدولة جرمت هاله والمواطنين كاملين والشعب هذا ما يشعر عليه ويعتبره جدا ولكن انت اسمع لي كرئيس حزيم متطلع اسمع متطلع للمؤلتران ما يزال بمورتان جيوب 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 استرقاء انا راعى مورتان مازال فيه جيوب استرقاء كيف العالم مازالت في امري وفي الصين وفي كل بليده من العالم مازالت تنشعر مقنع يعني اسمع الصارقة محرمة مازالت موجودة يقير نحن القانون جرمناها فيه دلقلتك بي حقيقي عنهون رفوده الاخري الاحراطين يمنتهي الفقر والناس يمنتهي الفقر يقير الطبقة اللي عنده شي منطبقة كثير منطبقة من جانب واحد يقير شو هذا ما هو عدل في اطار منطبقة البيضة ما هو عدل بالمفهوم اللي تقول فيه الناس اللي هو العصور جيه هاي جماعة متباركة مع المداخرة عنا نحن وهذا شو ضارنا في اسم احنا جمعون ازمة كورونا تعالى شو الساهم هاي شو الساهم هو سجد التسجيل هذا اللي يقسم وكامل عود مهي انت لمن انت يقسمش الول اي شو لا قني جاي يطلبوه في اللي ما هنا بيانات قاعدة بيانات تحدد ده كل حدش عنده كل اسراء كام وكل شيء أول يالله نشتقل عليهم انظر ياك نقبلو درس انا اراعا كورونا هاي اللي يعدل فيه لانضا نعدلو به درس تدريبي للمستقبل ياك اللي يجب انشت نعدلوا قواعد بيانات للناس كلاش عنده وعدد الاسراء ونوعية القراءة وكل شيء ياك نقدوا عاق بيانتين نقسمو شنقد نقسموه نقدوا نقفلو على الناس ديارها كل يعدلوا تليو ما تقفر على الناس ديارها بيكما ترى عناوينها بيكما ترى عقام تلفوناتها يجب ان الدولة تقود عندها ارادة تخلق ظروف التحسين ظروف هاي الطبقة وتوزع الثانوية يخلقوا من هاي الرجال خلقهم مطير نزلوها الفلسفة نزلوها الفلسفة نزلوها الواقع في تعهداتي هل ترى ان المشروع كافي 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 ما يمنحه لا يمنحه ما يمنحه ما يمنحه لا يمنحه ولكن هناك اعمال الرئيس ينزلو الى الساحة اول منامس الرئيس ما فاطرها المشي مزار حدو برنامشي نعم يقر الرئيس هو حتى صدق يات ينقلك عدل صلاة الخوف وينقلك قصة وينقلك عدل صدقاء هل تقبل عشرات الملايين وتوزعهم هنين وعشرين ألف على هذا وخص هذا ماذا يقدم ماذا يقدم لا ينقولها مفيد باع ما يمشكت الجهد ولا لا لا هننقولها حالا هي الظرفية هذا الشي موزع للناس فالطبورية الاستعجالية اللي تلحق به البرنمج برنامج تعهوداتي مطره في شيء تآزم مزالة تباركها مع برنامج دان بتباركا مع برنامج صلاح السراعي اليتعدل ومتباركا مع برنامج تشقيل اليتعدل متباركة متباركة معها تشاورية مع الشميع يقير انت له خط نلحقة كده خايفك تموت قاع لان انت من قطر لان لحقة للبرنامج يعني القوت اليومي في حزروه في برنامج لاخر السنوات لان الواية المبنى عليها قاع ما تقلت خلقمو على ست سنوات تدريجي التعليم ما حدا ما خلقت المؤسسة الجمهورية لان يدريج الناس بعد قاع والي مقتلع ديره 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 ويجاة برنامجه ما حد انه قاع مخلقين يكام مخلقمو مهيب يقمو نحنا ياضا المديني فهمو عن ان تنجبر الارادة السياسية وقود الخلق كامل ما يشي في هذا هذه المرحلة المخيلة تطبيق لوهخة يتحكمو في شمل ومرقع يهات تنجبع اش ناحنا كنين نعودو عندنا الارادة موت كاتفين عنا ياضا نقضو على الرنم لا ما نقضو على الفقه لا ما نقضو على التهميش الاحراطين عند الصبح كتشر ثروة وقع نعديدنا في عام واحد نحن قاعدنا ثروة احنا دائما فخرنا ما عندنا ثروة احنا عندنا سنين هاي تراع فيه تنتجها 12 مليون ملعدي تنتجها 12 مليون ملعدي رقم عملها مليار دولار احنا مولي ثارانا احنا دولة فقيرة اسمع دولة فقيرة وعدنا مساحة كبيرة متوزعين فيها عندنا شمين الإمكانيات لنعودوا دولة غنية يقول تحتاج شي من الأفكار الميتقليدية وتحتاج شي من الاستثمارات وتحتاج شي ما حدنا موعدة لما نقدم عدودين لقامتين لأننا نحتاج أفكار نحتاج وبعد أفكار لم يأتي هذا المشروع أفكار جديدة هذا المشروع إذا أفكار جاء مبارك معها يقول يقول أن تفهم عن حلول استراتيجية للبلد في نوع المشاكل ما هي حلول سحرية هو رئيس الجمهورية ما جامعها حد سحر بسم الله إليه تتقجره مرة واحدة جاء برنامج ولها هم تبنيه واحده إلى إن جابوا جابوا في حملته إلى إن وصل السلطة بدلوا يقوم ماشي وطبقوا واحده قاموا طرحه قال يا أهل مورتاني وهو يعني يبقى يتم معارض يتم معارض ولها عيشين عنده ونرقاه ونحل معها مشاكل بدل عطوهن إلى البرنامج للتعاون علي يعاد فيه نواقف يعني المعارض لما هي جريمة معارض لما هي جريمة تريد يوم لي تشوفه اليوم المجراء الوزارة اليوم يجو البرنامج رئيس الجمهورية أكثر اللقاءة يتلقى بهم على حزاب المعارضة يتلقى بهم على الموالات يرجون جميع المعارضة تلقاهم في المشاورات تلقاهم في الندوات تلقاهم قاعدينهما حتى حزب البر عادي يوقع البيانات مع حزاب المعارضة قد يكون الوقت عندك شيء الوابع تقير قبل أن ننهي وصحح فقط مع المبسيطة وردت في بداية الحوار والسحاب السحاب تواصل هو انسحب ممثل تواصل انسحب من اللجنة من اللجنة مشكلة من الأعزاب الممثلة في البرنامج يعني ما انت علاقة سبو كورونا هو انسحب علق جلساته في أمور شكله لا انا فقط وصاحل انه امور شكله حتى انا ماني من تواصل انا بين شوف الساحة انا شابع حزب التواصل عنه مسجن مع الدخال وعنه بعض السلطات وعنه انا عندي سؤال اخير من اجتماع عندي سؤال اخير المواصفات والمواضعات اللي قلت عنها تشترط في القواني اللي نقعد ما يشغل ممنيجة نقعد ناقص ها شوفاني ها قدمت ها شوفاني ها شوفاني مشهو ها شوفاني ها ها شوفاني نختار ندعي القضية بسرعة الرئيس بسرعة إن شاء الله دالوا دفهم مادة أخرى شوف أنا نختار اليوم ندعي جميع الطيف السياسي من معارضة ومولاة ومجتمع مدني وحقوقي عن هاي دعوة فخامة رئيس الجمهورية للتصالح مع ذات والانسجام والهدوء عنهم يلبوا هاي الدعوة ويجمعوا ويعبروا عن رأيهم واللي منهم عنده رؤية تمشي بهاي البلد اللي قدام أنا هون سيفتي من داعي من الرئيس محمد الشرق مازواني نقول لهم عني اجي رؤية ضرحة استعدين لتبناوهم معاهم وعن الرئيس مولي بخالوا في حالي نفني في صالح البلد عن الماثلات وعن التعاون كاملين على طريقة نبردوا به الجو بيناتنا اللي نقطعوا البلد مرحلين قدوا نعودوا وقع معارضة موليات وقدوا نعودوا هون حراك لان البلد تعباه وخارجين قضايا استراتيجية استراتيجية في البلد وشاته برنامج الرئيس هاي قالوا التعليم وتوزيع الثاره هاي القضية الاجتماعية تعدى عليها ايام تشاورية عريضة وحد عنده فيها افكار يسوى من ايران ويسوى من فلاب ويسوى من عنده رؤية قابلة للتطبيع ولا هجاجة تحرك الشرع ويسوى المصلحة المصلحة جارة من مستقبلية يتقدمنا بها نتبناها معها حد الصشاك عنده يتميلوا ذرعة الناس وعنده يتميلوا به هذا غير مقبول ما لا نقبلوه والمواطنين ما هم لا يجيقبلوه ولا لا لا يجيقبلوه ما يتموا كيجميلة كيجميلة الرئيس انتم اكررتوا هون عبارات تقول انك الاكسيرة قوية والله عندك ذكرة كبيرة كان هناك شراكة عنده لا انا الدولة دائما ننظر لها انا الدولة دائما ما نمشكك فيها ما نمشكك فيها حتى تثبت ماني في حرب مع الدولة طبعا انك عندك موقع لا لا ما عندي موقع في الدولة ما عندي ذكرة ولا عندي شيء انا هون عبر الله عن رأيي يا قايرا مالي انا حددعم هم قد نلتزم علي مانا قد نلتزم عليه قال ماللي نلتزم عليه يشوف صالح الوطى عندي دولة الدولة ماتنقالل الموالاة الدولة جهاجة سع الجميع لانا نقول الدولة تسع الجميع عمرا بانا الرئيس اللي فاتتبنى علي قدوا بقولوا الدولة كانوا في اللي يتبنن هاي النقطة دولة أنا داعية المقطة الثانية داعية عن الناس ما يا الله تشوش لللجنة البرلمانية لأن فيها ناس اكفاء متباركين يحقق طريقتهم حتى ما كاتبة حولية دولية يا الله هاي لعدل ما استهداف أرانا ما أنا مع استهداف حد يا قر المنجي عرانا حد تبتتعليه في ذا ما سئولي جاء يا الله يا الله يعاقب يا الله ترجع الملتاني حقوقها يسروا لأن هذا مطلب شعبي هذا مطلب شعبي رسالة بصلت شكرا جزيلا سيد داود رئيس نداء الوطن ونشكر المشاهدين الذين تابعوا هذه الحلقة شكرا لكم ونشير إلى أن قناة الساحل ستبدأ ابتداء ان شاء الله من الأسبوع المقبل في بث برمامج سياسي يهتم به ستتابع في هذا الموضوع نعم 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 ستتابع في هذا الموضوع نعم 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 كانت البداية مع سيد الرئيس جاود رئيس نعم 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 ربما في بحر الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون هناك ضيف حلقة جديدة في هذا السياق اللي هو مسائلة قادة الأحساب والكتنة السياسية أصحاب الفكر والرأي في هذا البلد نعم في برنامج الآخر نعم قد يكونوا ببرنامج نعم قد يكونوا ببرنامج قد يكونوا ببرنامج قد يكونوا ببرنامج ما فيا برش كلا شكرا لكم جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته